نشرت صحيفة الوطن تقريراً صحفياً في موسم الحج أظهر التقرير صوراً لرجال أمن يتكدسون على أرصفة المشاعر المقدسة هذا التقرير نشر في اليوم الثاني من الوقفة في عرفة أغضب التقرير عدداً من الكتاب في السعودية وكذلك الأمير نايف رئيس المجلس الأعلى للإعلام شاهدنا الصور أيضاً وصفها البعض بغير اللائقة للعسكر وهم متكدسين على أرصفة المشاعر المقدسة خلفية الخبر وماذا أثار هذا الخبر عند الأمير نايف بن عبد العزيز الخبر كان في موسم الحج وكان الإخوان العسكريين اللي يجوم من المناطق هم كانوا يأتون من مختلف من مناطق المملكة يبدو أنه الأمن العام في ذلك العام ما يوفر عدد الخيام الكافي لسكن فكانوا يضطرون أنه يعني يتكدسون في الخيام أو يخرجون ينامون برة طبعاً بلا جدال إلى الآن أنا طبعاً هذا اعتقادي أنه كان فيه خطأ في التوقيت 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 النشر الموضوع نشره ليس خطأ لكن التوقيت نفسه كان خاطئ لأنه كان في موسم الحج يعني إحنا لو أجلنا هذا الموضوع إلى بعد الحج بسبوعين بشهر كما صار شيء ما أعتقد أنه ما كان صار شيء لكن التوقيت كان مزعج الحقيقة والأمير نايف الله يرحمه زعل أتصل عليك؟ بسبب التوقيت أيه طبعاً قل لي يعني هل هذا معقول؟ حتى قل لي الله يرحمه قينان انت سعودي قلت رولة عمرك إن شاء الله أن يسوي قل لي طيب يعني ما عندكم صبر يعني يعني يسافرون الناس من عندنا وبعدين نتكلم مع بعضنا ننتقد بعضنا وقلت لك الحقيقة كان محق لأنه توقيت النشر كان خطأ كيف تعاملت مع الخبر طيب؟ بعدين هل اعتذرتم عن الخبر؟ هل أوقفتم؟ لا هل أمير نايف طلب منكم يقاف الصحفي؟ أتذكر إنه صحفي أوقف بس ما طول حتى يتشار زمان ولي جاء العمل ترجمة نانسي قنقر شكرا